تسلم معالي سيد حسين إبراهيم طه الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أوراق اعتماد سعادة السفير الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي آل خليفة كمندوب دائم لمملكة البحرين لدى منظمة التعاون الإسلامي وذلك بمقر الأمانة العامة للمنظمة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية وقد نقل سعادة السفير تحيات جلالة الملك المعظم إلى الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مشيدا بالجهود الحفيثة التي تطلع بها المنظمة في تعزيز العمل الإسلامي المشترك تجاه مختلف القضايا مؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة التنسيق المشترك مع المنظمة لكل ما فيه خدمة قضايا الأمة الإسلامية من جانبه أعرب معالي السيد حسين إبراهيم طه عن تقديره للدورة المهمة التي تقوم به مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في تعزيز التضامن والتعاون بين دول المنظمة متمنيا لسعادة السفير دوم التوفيق في مهام عمله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر